إلى التحسيس ويحيانا لليوم العالمي لإيضايا السكرين في منادي العلمي أكسجين تابع لجمع السعد دحلة بيوم تحسيسيا لفائدة الطلبة التفاصيل مع مونيا الهواتي برنامج صبيحة اليوم كان تحسيسيا تم من خلاله توعية وتحسيس الطلبة الجميعيين من خلال التعريف بمرضي السكري ومدى خطورته على صحة الإنسان وفي هذا الإطار تم تنظيم معرضا يضم عدة أجنحة خاصة بمطوية تتضمن وعرضا لتعليمات بسيطة بخصوص هذا الداء بهدف تفاديه والتقليل من الإصابة به في هذا الخصوص تتحدث عضو بنادي العلمي أكسجين الأنسا مريم ناجم لدينا للمتيني أكتوزيسيون معرض خاص بيداء السكري لدينا فيه ديفيرونت بارتي تطرقنا مرحلة بمرحلة ديفينيسيون أكتواليتي كمبليكاسيون إيجيان ستدير ديابات مع الحوامل ديابات مع السبور ديابات مع التغذية نتاعو كيفش نتعاملوا معاه مع الانفان لدينا مام اين بارتي تاع ديفيستاج نقيسولهم السكر نتاحهم ونعطوهم إرشادات كين مام لديكوفري ما يكونش عابلهم بالليراهم مصابين حتى كيدروا عندنا لحناية دوك نمدوا لهم إرشادات أما الفترة المسائية فقد تم من خلالها عرض محاضرات ألقاها أطباء ومختصون في المجال تطرقوا إلى كل ما يتعلق بمرض السكري في هذا الشأن تتحدث الدكتورة حميدة فراح طبيبة مختصة في الطب الداخلي تطرقنا إلى مشكلة كبيرة يتعرض عليه للناس بزيف هو داء السكري الديابات ونلاحظوه بكثرة في المجتمع عندنا والمشكلة الكبيرة هو نسبة الناس اللي عندهم داء السكري وما يعرفو شرحهم ساهمنا في هذا اليوم التحسيسي تقديم معلومات بالتعريف ما هو داء السكري ما هي أخطاره ما هو أسباب ظهور هذا الداء توجيهات ونصائح واخترنا هذا الشريحة من المجتمع ولا من طلبة هما شريحة وعية شريحة كبيرة وهذا الداء نظرنا نلاحظوه ثاني عند صغار السن يظهر مبكر هذه الشريحة رح تتعاوننا باش نوصلوا الرسالة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة المحاضرة عرفت حضور أخصائية نفسانية التي لعبت دورا فعالا في تقديم بعض النصائح والتوجيهات بخصوص التكفلي بهذا المرض تتحدث الأخصائية النفسانية جيني خديجة يعني نقدموا نصائح بالخصوص للأولية لما يكونوا عندهم يعني أولاد مخفى زوج ثلاثة في العائلة لمرض يعني كيف هي تكفل الأم والأب بالطفل اللي عنده المرض السكري لأن في بعض الأحيان تكفلوا قبل بالأولياء قبل الطفل لأن الأولياء في بعض الأحيان ما يصيبوش يلمو كيفو يعني باش يتكلموه مع المرض بالخصوص إذا كان الطفل يعني في سنة متى عربع سنين ولا خمسة سنين ما يفهمش وأنه هو المرض السكري الأبواب المفتوحة لقيت ترحابا لدى الوسط الطلابي مكنتهم من الإطلاع والتعرف على هذا المرض مما يجعلهم يتفادونه مستقبلا أنا أعتقد أن هذا جيد لأنه يوجد الكثير من أجلاء لا يوجد الكثير عن الديابات لا يتعلم ماهي لا يتعلم ماهي لذلك أعتقد أن هذا جيد مبادرات كهاته من شأنها أن تقلل من الإصابة بهذا الداء وتجعل الطالب يحرص على تفاديه خصوصا داخل المحيط الذي يعيش فيه تفاديه 6.55 دقيقة بالسيديو بلدافة مزرنا دائم معكم مستمعاتنا ومستمعين من خلال برنامج 100% شباب لهذا ثلاثاء كما قلت لكم قبل هذه الأغنية رحين تعرفوا على القوب أكسيجن على كل حال كانوا جازوا معنا ديجافة 100% شباب وما معروف عليهم النشاط منتحهم في إحياة عدة تظاهرات لديها طبع علمي وعندوا علاقة بالصحة نهار اليوم كانوا قاموا يوم مفتوح حول داء السكري هذا تزامنا مع اليوم العالمي لداء السكري المصادف لـ 14 نوفمبر من كل سنة رمحظرين معنا بدر الدين بودخيلة بدر الدين مرحبا بك معنا الله يسلمك خياني يأتك صحة لقبول دعوان تعنا لقمان الدين مرحبا بك معنا لقمان البناء تمحظين معنا ناش هيام مرحبا بك معنا هيام مرحبا بكم شكرا على الاستدابة يأتك صحة سعداوي راضية يأتكم صحة السيدابة وسعداوي حرية خيات سعداوي راضية حرية صافي بلازير يكونوا خيات نشطف في هذا المجال هذا أكسيجن لما يعرفهمش بدر الديني عرفنا شكونا هو القروب هذا القروب أوكسيجن بليدا القروب أوكسيجن هذا ستان قروب دي جنبي نيفول عنده طابع عنده طابع اجتماعي يركز على الأنشيطة الاجتماعية وكيين النادي العلمي لأسسناه مؤخرا هو نادي العلمي تابع لكلية الطب تابع للمجموعة أيضا ويختص في الأنشيطة الجامعية وهذا اللي درنا والنادي هو اللي در هاد اليوم تحسيسي تخي بيا احنا نقول لكم بروك عليك دي جعل اللي كنم التهدير هسا بردين ببعلا نتخفى مع صيام بردين اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ثم كالعادة أموال في دام تحيي وهذه الأيام العالمية اللي عندها علاقة بالصحة على كل حال منها اليوم العالمي لداء السكرين هاليوم درتوا هذا اليوم المفتوح وكانت عطينا يدي وش كان في هذا اليوم المفتوح هاد اليوم كما قلت في البداية تعكب اللي يصادف اليوم العالمي لداء السكرين اللي يكون في 14 نوبم نكحنا ندرنا يوم مفتوح حول لداء السكرين لأن داء السكرين هذا روء عدد المصابين به فوق المليون مصاب في الجزائر فقط وهذا المرض تكلاسي حتى الستيام كوز دي سي أو مونت سابع مرض مسببب للوافاة في العالم بسبب المضاعفات تعوه نكح أهمية هذا الموضوع ذكرتها أين باش نظموا هذا اليوم اليوم هذا فيه جانبي في الفترة الصباحية قدرنا يوم تحسيسي للطلبة فيه مختلف المواضيع التي تخص داء السكرين من تعريف للمرض مضاعفاته طرق العلاج طرق الوقاية تداوي بالعشاب وداء السكرين وغير هم مواضيع تسمى جمنا جمنا المواضيع في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية ركزنا على محاضرات محاضرة من دكاتير مختصين في المجال نذكر على سبيل المثال عندنا دكتور فارح حميدة سيتم مدسان انتغنيست فرنس فانون عندنا كريم اخصائي التغذية المعروف وعندنا دكتور تيجيني سيتم بسيكولوج هادو الكنفرانس الشياء واليوم تخلى له مسابقات جوائز مسابقات بعد كل محاضرة يسمى يوم كامل متكامل حول داء السكرين كيف كان يقبل الطلبة للشباب بدون الشيك اقبل من قطع النظر جوائز جوائز كل حال نخاف شعلكم عبد نحن عندنا بزرح نخدم ولكن هذا أكبر يوم دارتون المجموعة حتى 2012 جوائز وكانتعرف على المهام لجن اليوم كل واحد وين كان نحن باش نعرف ويش دار تفضل بدر الدين نبدو بخونا القمان القمان كما قلت مقبل انا خلاص نحن الأمر قمان القمان نزياد نزياد المسلم والمميس والمميس والمم المخدر كما قلت نعرف القمان السلام بوحد ومثلو. اخونا القمان هو البرزيدون. تخبير. مملق ما احنا ماذا بينا نسغل الفرصات. عارفون شو على الكلوب هذا يا وش في وشين المهام انتعو. واحكينا على البرزيد. رئيس النادي. والا. السلام عليكم. اه كلوب اكسيجين بلدة وكلوب اه اسسناه في سبع عشر مارس الفين واثناش. مهم. تمام عندوش اه الفين وطلط الفين وره ورهبعتاش هذي. صحة. عندوش بزيب من يتاسس يسمى هو ينشط على مجال الجامعة التابع لكلية الطب. مهم. ونديرو ناشطة الايام تحسيسية في الجامعة رحالة علمية. ومن بين اهداف النادي اننا نخرجو الطالب للمجتمع. مهم. نسمى نخلو للطالب الجامعيين اكثر انفتاحا على المجتمع. مهم. بتنظيم رحالة علمية اه مع اطفال. نديرو رحالة علمية للمستشفيات زيارات المستشفيات نديرو ثاني ايام. ومن بين اهم الناشاطات اللي نديروها هي الايام تحسيسية اللي ركزوا فيها على تحسيس الشباب في المجال هذي. في الجامعة خاصة اننا نركزوا على الجامعة. الكلوب يتكون من عدة اعضاء كي ما كي ما قال الاخبض ردين الرئيس والول كي النائب رئيس. ممكن الرئيس هو اللي رح يكون ديريجي الكلوب كامل وكين مهم ادارية و الاعلام وكامل. سما باش يكون كين تكامل بين العضاء ويكون عمل منظم وبيان وارغانيزي. والا والا تخيب يعني كله. هل يوم كيفاش كانت المشاركة انتاك في هذا اليوم المفتوح؟ ما اليوم المفتوح هذا يكن كي ما قال الاخبض ردين كان يوم رائع جدا. يوم جزي شباب بزيف كان اقبل كبير من قاطع الناظر من طالبه الجامعيين حتى انو حضروا ناس من برات يزين فيتي كان يجبوا لي بارون توحهم يسمى كان يوم جميل. تخبيع. تخبيع. انكم وصلتوا لهدف انتحكم يعني من خلال هذا اليوم هذا. اه نعم هو الهدف ان نحس اكبر عدد ممكن من الطالبه. ودرنا في هذا اليوم مع اوبسيون جديدة هي نعم هل دائم الدائم السوري أتحفوا الناس التي عندهم دع السكري كامل يسمى اننا قدروا ديرهم دقن الناس بعد ديama ثم اه لي يبقوا يتبقوا. اكتشفتوا حالات? كان بعض الحالات اللي اكتشفناهم وكالي كانوا عارفين روحهم يسمى ما بدرنا لهم دقن الهم ثاني بالظابير الإغلاق ومتظر ومهام ثاني بالكبيرة لأتحقي صحيح ماذا يتحدث عنه؟ بانا يما عندها ديابات بزاف يعني اللي جون كانوا انتريسي انا اهدرت على مضاعفات سكاري عدنا لكومبليكاسيون ميتابوليك عدنا لكومبليكاسيون كرونيك ودرنا على اليسين توحم يعني بزاف الاسيينة ننجاوبوا على اكثر استفسارات يعني اكثر عدد واكثر الاستفسارات على الزيتديون نكملو مع حوريا و راديا سعداوي راديا السلام عليكم بولا دوزيام فو انا كنت في بارتي ايجيان دووي دونك عطيت لهم كلك كونسي شوية ايش عدد شوية نصائح كيفاش الواحد يعيش معا على مالادي تاو ديجا دابور البرمير point سيكو لازم يكسبتي بلي هو ان ديابيتيك ويعرف كيفاش يعيش معها مايقاش يطلع ويحبط لازم يعرف دينات كونسكي كونسي على الالي منتا سيالي سبور الفو اي فيتي الاسترس هكا بزاف دي شوز هكا بشي في تيوم بشي قدر يعيش مع المالادي تاو ويناقص المضاعفات عنده ونقوله بلي كنقوله ديابات مشي فقط الناس يعني اللي كبار في السن يقدر انجان يكون مصاب الانسان ويقدر يقصون ديابات والانسان لازم دائم نيرد بالوش يكل حاجة مهمة مصن صغير لازم يتعلم وشي قلت اجري جيم المنطر بيان بريس والا هو والوقع يخرم من العيلة الجنسة مايوصلش حتى يصاب بالمرض السكري باش يعرف وشي قل لازم نرد بالوشي قل ربعا دقائق تمر بعد سبعة بالسوديو بلي دا فام الان مستمعتنا ومستمعين ارفع لما سمعكم طيبة اذن صلاة العيشاء حسب التوقيت المحلي مدينة البليدة وما جوا راها الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حيالي الصلاة 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 الله أكبر لا إله إلا الله حيالي الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله حيالي test ويقصين قبل أ Rio حيالي الصلاة انشاطات مستقبلية دي بروجي لهذه الأيام اللي هم جيين. ان شاء الله بالطبع بيسكوب دات كما يقول لك السنة الجامعية لكي يقلعوه في هذه الفيرت نركزو على الأنشاطة الجامعية بكو بلوس. باش نزيدوا الإضافة للجامعة الجزائرية باش نزيدوا ونطلعوا المستوى تعالب الجزائري باش ما نخرجوا شيئا مراتين هاداك اللي يكون في الجامعة. ان شاء الله كل حان تمنى لكم كامل التوفيق. ما تحبوا تقول لنا نخليوا كلمة لكل واحد. تفضلوا اوه حرية حرية نسيتها. حرية سعداوي وش راكة حرية. انت واجدتين هاليوم حرية في اليوم مفتوح. قرب الميكروفون برك ما نسمعوكم له. انا ماشي عضو اقدم فيها عضو جديد. جيت اليوم كزائرة ومساعدة عن بعد. تخدم مع اختي كشعب ساكن عاونها فيها. انا اعجبني هذا غروبة اوكسيجان. حبيت شغل نشارك هكاية معهم. حبيت نشجع هكاية ونوصل بلي الميساج الغاشي بلي هذا اوكسي. ما شاء الله. وربي يكمل مسيات تاعو وربي يكون لنا. ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء الثاني نتمنى على غروب اوكسيجان. بارك الله فيكم مرة واحدة اخرى. لجانك ما تحبوا كلمة نخليها لكم تفضلي هي. حبيت برك نشكر اعضاء البارتي تاعي. بس كو دارو بزاف دي زي دي هايلين. الحاجة اللي تعجب اوكسيجان انو كل ايوان مور ايوان مو يتصرى تطور وتحسن بزاف. ديجا اليوم لازيت ديون رو مركوها شفنا ف درنا اكسبيم ايو شاك فيزيتور يدير الوبينيون تاعو. رو مركو هاد الامليوراتي. سورته صحابي اللي مهمش تابعين للكلوب وجوا عونوني وكامل كين عبدو مونير ولي دعمت احمد وراؤه صاحبي. وكين حبيت ثاني نقدم شكر خاص اللي 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 تعاونوا معنا. والدكتور فارح مانال اللي خدمت معنا ياميسان دو طرابايف فاكوتي دو بيولوجي. تعاونت معنا في اذي اليفان مو يلجبتنا اللي كونتاكت اللي دارو اللي كونفيرنس وكمل يطيها صحة. ويعطيكم صحة يا استيضا. ويعطيك صحة انت ثاني. وش تقولين راديا. مروا ويسام وإيمان. ويعطيكم صحة كتو بزاف هاي لين. وبياشور بلا من نساو المسؤول عن ناشاط الاخ الياس اللي دار بزاف دي زفا. ما مخلق رايتو ولتها مع اليفان مو كامل ليمو بتاع اوكسي وبيب اوكسيجن. اوكسيجن. نشكرهم. نشكر العضاء الذين يشاركو في اليوم. خاصة المسؤول عن ناشاط خونا الياس. دار مجهود جبار. كاتري امان يوم ميسين. نشكرهم واحد وحد المجهود الذين دارو. الحمدلله المجهودات والليالي الصهرها في البرپارسون. لأنهم يشاهدوا فقط البرپارسون على اليوم. بلا تكونوا حاجات سهلة أو لا. ولكن اليوم لديهم حاجات سهلة أو لا. ولكن اليوم لديهم حقا ما. لديهم حقا ما. وكيضروا فقط البرپارسون. ليس حاجات سهلة. لديهم يشكو كنتم وجهة الصاتران. منبيجة مرآية. ويشكو كنتمج الإمال. لديهم يشكو كافة الفلائر ويشكو نشاف الأمر. لا يمكنني تتمونيهم الكترين. اللهم يشكو كنتم ويشكو. فهمهم الصابي المعالي. كنتم تشكو. نشكو المفصول للجوني. وأنهم المدى في الحكوائر لا تمنح لك يشكو. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمور أعطاء مؤسسة لكي أمور القب و قنقر تقرير نفسه في العالم تقرير في القصة المبادرين لن أولا هو يدعون أجن على يدعون أجنس على يدعون أجنس على يدعون أجنس على أجنس على الأجنس نحن نشاهد في عام 2012 نحن نحن نصف من أجنس في الأجنس أمور لدينا هذه المسائلة لأننا نجد هذا العمل والمطابعينا نوطق علينا ذلك فلان يمكن أن نجده التكريم من المنزل الأنعيام المنظل للإعادة بدا على الوحيد الأنعار نفسنا نفسنا لدينا العلقان هذه الكثيرية hانان وتأثيرون خلال ترجمة ولكن كم اشترك بيت لأيان وتأثيرون بالغرض فالتأثيرون في مستودقائنا وتأثيرون مع التناريقا أنت ذلك مزيدين وكما تتتخبدا أصدقاء تعليق أمان نعم لك أفره انا كنتم قد يتشاهدون كنت تقولون وكّلنت سيدي لديكم لطول العجلين في العام كانت لبنى العام arribاريض لمدة عاملة 18 novembre vous avez fait toute une journée avec tout un programme de sensibilisation comment ça s'est passé ? c'est une journée de sensibilisation sur le diabète la matinée c'est une exposition de différentes parties qui sensibilise les étudiants le message a été bien transmis d'un étudiant à un autre on avait beaucoup d'étudiants très intéressés du sujet parce que dans la famille il y a beaucoup de cas et l'après-midi à partir de 13h on avait des conférences avec des docteurs des médecins et des psychologues vous avez réussi à contacter tous ces gens-là et les convaincre de venir ? oui parce que dans le contexte de notre travail avant de réaliser n'importe quel événement on lance l'événement sur Facebook sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Twitter donc les gens connaissent qu'il existe cette journée même le programme de cette journée c'est une journée ouverte, riche donc la matinée des journées de sensibilisation l'après-midi des conférences même Karim Sios le dit ici encore mieux qu'on a l'habitude de recevoir aussi dans Bonjour d'Alger donc elle a assisté à une conférence donc les gens l'impact de cette journée était formidable on était en train de voir quelques photos d'ailleurs vous avez rapporté des photos alors le président de l'association qui est étudiant en médecine quelle année ? deuxième année deuxième année encore vous avez encore du parcours à faire mais en tout cas on vous souhaite bonne chance et vous avez donc pour habitude d'organiser comme ça des rencontres des journées ? oui bien sûr déjà on a presque une année qu'on a l'agrément l'agrément du club scientifique appartenant à la faculté de médecine l'université de l'État même déjà on a fait avant des journées de sensibilisation des visites et des sorties avec les enfants qui disent club scientifique ça veut dire que vous organisez toujours autour de ce que vous étudiez ce qui intéresse aussi les individus oui mais on a dépassé vous avez dépassé un petit peu le seuil du club scientifique ? oui un petit peu non parce que non le travail de groupe aussi on a essayé de faire sortir l'étudiant à la société c'est pour ça qu'on fait des événements donc celui-là ce n'est pas le premier de l'année oui parce que c'est parmi de vous donner des exemples on a organisé une journée de sensibilisation sur l'Alzheimer Parkinson juste dans la même semaine on a réalisé une sortie vers les maisons d'Akai donc on a essayé de faire la compatibilité entre les données théoriques de la journée de sensibilisation sur ces deux maladies l'Alzheimer Parkinson et les malades qui sont siégés au niveau des maisons d'accueil donc l'impact de l'information ou l'étudiant qui chauffe donc l'information puis le malade d'amour donc il va mieux comprendre l'influence est beaucoup plus que théorique du monde d'accord alors qu'est-ce que vous faites au sein de votre club et votre association est-ce que vous en faites après des livrets des communications vous mettez ça sur Facebook vous me disiez ? oui bien sûr on a une page Facebook oxygène Algérie d'accord donc des religieux donc à la page donc fait à 11500 environ donc dans cette page donc vous trouvez les photos des événements tous les événements qu'on a fait depuis 2012 des abonnés photo et tout donc n'importe quel membre ou bien étudiant de n'importe quelle université mais je suis uniquement à Abelida parce qu'on a donc des étudiants à la fac centrale vous avez des contacts bien sûr sur la toile avec les réseaux sociaux donc tout le monde sur Facebook oui oui alors il y a le 1er décembre qui arrive j'imagine que vous avez peut-être préparé quelque chose autour de ça non ? pas encore ? pas encore mais on a quelques projets on aimerait bien de faire de réaliser quelques idées uniques on n'aimerait pas de rester dans la routine par exemple on dit à la bataille parce que nous avons à l'occasion de la journée mondiale le 14 novembre mais généralement je vous dis les nouveautés les nouveautés voilà comme un exemple dans une journée de sensibilisation dans un centre commercial c'est que nous avons une journée qui a été fleurée et peut-être c'est tout le monde donc l'idée c'est quoi ? nous avons des déplayants pour sensibiliser les Argériens sur l'optimisme d'accord c'est une idée unique même les gens et ça a plu ? ça a bien donné ? très bien la réaction des gens ils étaient comment les gens ? très bien ils ont bien apprécié ? oui bien sûr je souviens qu'une dame âgée de 60 ans je pense c'est un peu difficile il y en a qui ont de la volonté pourquoi pas ? il y a toujours des jeunes qui veulent rentrer avec vous ? oui bien sûr chaque événement très bien et on aura des nouveaux adhérents voilà après cet événement qu'on a eu il y a plus de 600 de monde d'adhérents très bien en tout cas bonne chance à vous et puis bravo pour ce que vous faites j'espère que vous allez continuer encore et puis reviendrez vous reviendrez nous en parler ça a été la première ? ça va ? juste un petit délicace pour les bons parce que Claude merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés et bonne journée à vous tous demain on continuera bien sûr l'émission avec Mahrez Rabia 9h10h30 au revoir